ودي الحياة عايزة أتكلم فيها على مصر وقطر تحديدا يعني الناس بتقول لي يا طرى قطر بتضغط عليهم يا طرى مصر مش عافية عايزة أتكلم في النقطة دي في جزء مهمة قوي انت دلوقتي عندك بلتاجي بلتاجي كبير جدا بيدخل على حارة فيها واحد يعني لا تقارن إمكانياته بإمكانيات البلتاجي ده بيهد بيوته وبيسرق محلاته وبيضربه وبيعتدي عليه وبيخطف ولاده وبيقتل مراته وكلام ده كله وبعدين في كل فرصة يعني تسنح للصاحب الحارة دي اللي هو الغلبان جدا اللي هو الضعيف جدا بيستغفل البلتاجي ده قوم رايح ملسواه على أفا يقوم رايح ضربه ضربه في جنبه وضربه في رجله وعمل مش عارف ايه واخد منه حاجة خاطف حد من عياله حاجة زي كده يعني طيب فيقوم البلتاجي يسرخ يقول يا ناس يا هو يا عالم خطف ابني يا جماعة ضربني بالأفا يا جماعة يلحقونا يا جماعة منطق البلتاجي اللي هو أصلا مبلتاج على الحارة دي وأهلها بقى له 70-80 سنة فيوم يجي اتنين وسطاء من حارتين جيران يقولوا بس خلاص تعالوا بقى ملعبنا احنا الوسيط حلو تعال يا بلتاجي انت عايز ايه انا عايزه يجيب لي ابني وعايزه يبطل يضربني على أفايا وعايزه يعمل مش عارف كذا طيب وانت يا صاحب البيت يا صاحب الحارة عايز ايه انا عايز البلتاجي ده يغور في 60 دهية ويجيب الناس اللي هو أخطفهم الحارة ويبعد عني ما ورنيش وشه تاني طيب يفضل الوسيط ده وده مصر وقطر بقى لهم 6 شهور بيتكلمهم مع البلتاجي وبتكلمهم مع صاحب الحارة يتكلمهم مع البلتاجي وبتكلمهم مع صاحب الحارة البلتاجي مش موقف كل يوم وهو بيتكلم معهم يقوم لفف وشه مدور الضرب في الحارة خاطف منها وقاتل منها وهادت بيوت وبعدين كل أسبوعين ثلاثة كده ولا شهر يوم صاحب الحارة الضعيف ده وراحمل أسوأ البلتاجي على أفال تقوم تطلع حاجة غريبة قوي يطلع الوسيط يقول لك يا أستاذ يا صاحب الحارة بطل تضرب البلتاجي على أفال لو سمحت لأنك بتبواز لدور الوساطات وببواز لدور المفاوضات يلعن أبو وساطك على أبو المفاوضات بتاعتك يعني انت بتعمل ايه انت حابس الناس بقالها 7 شهور قافل عليهم المعبر وبتدخل المساعدات بتضلين ومشغل العرجاني بيصمصر عليهم ومش عارف توقف إطلاق النار ومش عارف تضغط على إسرائيل ومش عارف تهبب أي حاجة على دماغك وفي الآخر الجماعة عملوا عملية كرمة أبو سالم مبارح فأنت قم تمطلع النهاردة كلابك كلهم على مواقع التواصل الاجتماعي كل اللجانة الإلكترونية يا جماعة عملية كرمة أبو سالم بوزت لنا المفاوضات كفاية بقى إراق الدم طب أنت برحمك ما روحتش كلمت إسرائيل ليه من الأول يعني أنت ما بتتكلمش ليه بقى لك سبع شهور بالجرأة طالما أنت ذكر قوي كده ما بتروحش تكلم إسرائيل ليه أنت أنا موغز مش عايف تتشطر على الحمار رايح تتشطر على البردعة فالنهاردة الصبح كان فيه منطق حقير جدا منطق منحط جدا هو فكرة أنت سايب البلطجي اللي مبلطج على الحارة كلها بقى له تمن شهور ولا سبع شهور ولما صاحب الحارة راح لسوعه بالقفة في كرم أبو سالم رحت وقلت له إيه ده أنت بغسط لي المفاوضات أنا مش عارف ألعب دول الوساطة ما إن شاء الله عنك ما لعبت دول زفت على دماغك دلوقتي أنت بتتكلم على الوساطة صح؟ حلوة أوي أنا بحكي القصة دي كلها عشان أوصل للنقطة دي تمام خماص جات قالت لك يا فخامة الرئيس عبد فتاح السيسي ومسهب المرزوخ مبارح طوله مع عمر أديب قال لك هننتصر وسنهدي الانتصار للرئيس عبد فتاح السيسي حلوة أوي خماص هيهدولك الانتصار وبيحبوك جدا وشايفين أن أنت أعظم رئيس في الكون جميل يا عمي جميل مبروك يا سيادة الرئيس حلوة أوي أنا معاهم تمام دلوقتي هما اتصلوا بيك هنية اتصل بعباس كامل وقال له يا سيادة اللواء إحنا موافقين على المقترح بتاعكم ها حلوة تمام يبقى أنت هون عبتوا دور الوساطة حماس جات لك وقالت لك أنا موافقة على الوساطة بداية من اللحظة دي كل فلسطيني هيتقتل أنت مسؤول عنه إليه بقى وانت هتحمل مصر المسؤولية ليه يا حبيبي ما هو انت تشمللت وقلت أنا وسيط الكلام ده المصر والقطر بالمناسبة طالما أنتو الوسطة بس أنا مش بتكلم على قطر دلوقتي يعنيهم ما ما عملوش اللي النظام المصري عملوا النهاردة الصبح فكلامي موجه تحديدا للنظام المهزق برئاسة سيئ الذكر عبد الفتاح سعيد خليل السيسي انت النهاردة طلعت كلابك ينهاشوا في لحم الفلسطينيين وقلت لهم انتو بواسطوا المفاوضات انتو عملتوا مش عارفين جميل جدا الجماعة جوا لك وقالوا لك احنا سونا اجدع ناس يا سيادة اللي هو عباس احنا معك لو انت من النهاردة ما قدرتش تلعب دورك كوسيط وتوقف اسرائيل عند حدها وتجبرها على وقف اطلاق النار وتجبرها على القبول بانه حماس ردت وقبول بالعرض المصري والقطري فانتو الحقيقة وسيط مهزق كنظام مصري انتو وسيط لا يعول عليه انتو وسيط في منتهى الحقارة انتو وسيط ما بتعرفوش تتشطروا على الحمار فبتروحوا على البردعة انتو عبارة عن ظاهرة صوتية على الفلسطينيين وظاهرة حاجة تانية على الاسرائيليين الصورة واضحة جدا يا جماعة الصورة واضحة جدا مش محتاجة اي مواقمة ولا اي تجميل انتو وسيط تمام الجماعة قولك اقولك موافقين يلا بابا يلا حبيبي اجبر اسرائيل انها توقف عند حدها اجبر اسرائيل انها توقف لعدوان اجبر اسرائيل انها تبطل ضرب في رفح وتبطل ضرب في غزة اجبر اسرائيل انها تلتزم بالمرحلة الاولى مش انتو شطار في الوساطة جميل خمس معاكو موافقين يا جماعة يلا وارونا شطارتكم عايز بقى كل اللجانة الالكترونية وكل الاذلوة الاعلامية اللي تشمللت النهاردة الصبح وفتحت صدورها قوي وكرمة ابو سالم يلا وارونا شطارتكم يا جماعة سن سنانك انت هو على اسرائيل يلا فرجني نبرتك الجامدة جدا فرجني نبرتك الرهيبة جدا وانت بتقول لاسرائيل يجب ان تلتزم اسرائيل بالوساطة وتلتزم بقبول العرض المصري وان تقف عند حد يلا يا جماعة فرجونا فرجونا ولا هرمونات الزكورة بتاعتكم ما بتطلعش وتطفح غير على الفلسطينيين الغلابة اللي بيتقتلوا ما هو حاجة بصراحة حاجة نرفز يعني حاجة بصراحة سيئة جدا جدا طيب فدي كانت القصة بتاعة الالهدنة ترجمة نانسي قنقر